انطلاقا من واجهة المستعمل لامشينا الانجلي فيشيي ومن بعد اوبسيون كونت مباشرة كانت تحولوا لهد الواجهة الجديدة ولي فيها مجموعة دي الخسائص الاولى معلومات على المستعمل اذا نحنا كيدهرنا بلي داخلين بحساب دينا اللي يمكن يكون حساب محلي او حساب ميكروسوفت بنسبة لي انا دخل بحساب ميكروسوفت وانطلاقا من هنا يمكننا في اي لحظة نخرجوا من الحساب دينا وكذلك يمكننا نغيروا الحساب اللي داخلين به جديد اخر هنا عدنا في الورد 2013 امكانية تشخيص شكل وخلفية الورد 2013 بنسبة لتشخيص شكل الواجهة عدنا ثلاثة امكانيات تام بلان تام غري كلار و تام غري فانسي نضغط على غري فانسي لاحظوا معي شارية الازرق اللي عندنا للي سر كيتحول غري فانسي وكذلك واجهة المستعمل بنسبة لتشخيص خلفية الورد كنمشيو الارير بلان تام وبالتغط على هاد السهم كيبالينا بجموعة دي الاختيارات ناخد جيومتري وهنا كتبالينا بلي تم تشخيص الخلفية لاحظوا بلي الخلفية كتغير بمجرد تمرير لصوري دينا على هاد الاختيارة هنا في السيرفيس كونكتي كاللاحظوا الحساب دينا سكايدرايف ولكن يمكننا دائما نضيفوا خدمات خرى انطلاقا من أجوتين سيرفيس الأول خدمة إيماج وفيزيو يمكننا هنا مباشرة دخول للرابط يوتيوب أو غيره يمكن لكم دخول الخدمة تخزيل بيانات ديالكم يا إما في لوفيس 365 شيربوينت أو في سكايدرايف أو لا يمكن لكم تستفدو من خدمة مشاركات البيانات ديالكم سواء في الفيسبوك أو غير المواقع